أستاذ رجب عبدالله بشكرك شكرا جزيلا على طبعا هذه المداخلة من خلال برنامج الرعيب نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري المصري ليه مجلس إدارة محترم وعمل استقرار وعمل حاجات كبيرة جدا الزمالك زعلان آه طبعا زعلان ليه؟ يعني كان طب معلش آه لا زعلان جدا طبعا لإني كان آخر حلقة كنت أنا موجود معاك والت الماتش هيوصل لضربات الجزاء وشايف أني النادي الأهلي لو كان بيلعب إمبارح رئيس مدريد كان كسب بسبب ضياع كرة شيكابالا في ضربة الجزاء أنا عارف أن أي لعب ممكن يضيع لكن الكرة دي أتنا دايما بقول أن الماتش السوبر للمصري ده لا أهم بطولة لا سيبه باقي كانت مهيب لا لا سيبه بس إتباع ده أنا دخل لا أولا دخل قالك إلاهلي إمبارح لو كان بيلعب رئيس مدريد كان كسب راح داخل قالك هو سيبه وفي الأخير إحنا نرد عليه لا ممكن تخصر للمك أفهم عشان أنت أصلا أنت أقول لك لأ هو أنت مساء أقول لك صح لا لا في سطور في النص بس سيبه أنا قلت المرة اللي فاتت أن بطولة الصبر المصري أهم الطولة أخر عشر سنوات أن تكسب النادي الأهلي صبر أفريكي أصلك صبر المصري المصري أمشانك رو عارف وبيقولي أن تكسب النادي الأهلي في ظرف أسبوعين ده كان يحصل مشاكل كبيرة جدا جوه النادي الأهلي فضيعة ضربة الجزاء دي وخسارة النادي الزمالك فوقت النادي الأهلي ورجعته للمصاري الطبيعي بتاعه العيبة النادي الأهلي قدت ماتش قدام العين مبارح ماتش ولا أروع عندهم ثقة عندهم بنعبوا باللعب بجماعي بشكل كبير جدا على جانب أنه كان ماتشين الزمالك كان فيه العيبة بيجي لها شد كان فيه توطر كان فيه عصبية زيادة عن اللزوم فماتش نادي الزمالك الصبر المصري خلى خسارته رجعت النادي الأهلي تاني لوضعه الطبيعي النادي الأهلي عمل ماتش جواس جدا قدام العين شرف الكرة المصرية والأفريقية خليناكم متفقين أنه ده أحسن ماتش الكولر وأحسن ماتش للاعبة النادي الأهلي حالتهم الفنية كلهم أول مرة أشوفهم بالحالة المعنوية والفنية طبعا جمهور النادي الأهلي بيحرك أي حد لكن ده أنا شايف أنه ده أفضل ماتش لكولر مبارح قدام العين مع الاعتبار في الناحية الفنية أن النادي العين أنا شايف أنه هو ظهر بشكل خد عين بطل أسيا خد عين لا بطل أسيا أنا أتكلم كماتش الناحية فنية بطل القر بلا بطل القر ده أجمد فرقة في أسيا أنا أعرف أن العين بطل أسيا مظهرش بالمستوى لكن فنيا وحشين لا الأهلي اللي كان جامد مبارح مش العين اللي كان وحشين الأهلي مبارح أول ربع ساعة مبارح النادي الأهلي وعلى فكرة برضو هرجعلك في حاجة أنت السوبر المصري والسوبر الأفريكي يعني أنت اللي بدأت فرقة نازلة الترجمة بتاعنا نحن موت المصري نحن نعبدرابات جزاء كولر نازل الشط الأول فماتش السوبر المصري 4-0 السوبر الأفريكي أنت بتلاقي بعواد أنا مصمم أن السوبر مصري والأفريكي الأهلي كان أحسن أنت وصلت أضربات جزاء لنهproblem الزمالك الشط الثاني كان كويس في السوبر الأفريكي ليه؟ كان أحسن من الزمالك الشط الأولاني مسك نفسه شوية لكن الأهلي الطبيعي في المشر كان أحسن الأهلي بين أو أنه عايز أكثر الزمالك بين أو أنه عايز وصل المشر احن وإحنا هو عواد وهو عواد بصراحة لو واحد غير عواد انا شايف ان مفيش فرقة في الدنيا بتضغط 60 دقيقة طبعا